السوداني قبل ما نروح للمواجهة الأصعب خلينا نقول على أل على مستوى دور المجموعات مع مامالدي سانداونز بيشرفنا النهاردة المحل الفني شريف سالم سأل خير يا شريف سلام الحمد لله على السلامة الله يسلام أقول لك مبروك على برونزية تكسل عالم مبدئيا وأسألك الأول لأنها مقدمة دورية أبطال أفريقيا كانت تكسل عالم من الهندية كنت متوقع الأهلي يقدم العروض دي ويوصل لإنه يفوز أو يحقل برونزية السنة دي هي التوقعات اتفقت واختلفت أنا لحقيقة ما كنت متوقع أننا سنقوم بالجيم ده قدام مونتوري كنت متوقع أن الجيم ده سنبقى رايبين الفرق ليس كبير كما كانت المتخيلة لأن الأحداث التي كانت موجودة عند مونتوري يمكن كانت شبه شوية التي كانت موجودة عند النادي الأهلي في النواة كان عنده بعض اللعيبة مع منتخب المكسيك وكان فيه لعبة مع تشيلي وكان فيه كذا فهو كان جاي قبل المباراتة قريبا بنتكلم على يوم أو يوم وكام ساعة مونتوري وصل لا أنا بتكلم على فيه سبعة لعبة من اللي شاركو كان اللعيبة دي بتشارك بشكل مع المنتخبات كان شاركو يوم 23 آخر مباراة مع مونتوري وبعد كده راحوا مع المنتخب لعب مباراتين وسفروا جوه الكارة بعد كده يا بس شاركو في المباراة؟ شاركو فهنا أنا كنت متوقع أن المباراة هي برضو مشتبه 50-50 بمنتهى الأمانة لأن النادي الأهلي كان عنده غيابات أكتر وكان ظروفه أصعب إصاباته دوليين بالزبط فأنا كنت متخيل أننا سنبقى قريبين بس نعمل جيم كوي زي اللي عملنا ده ده بصراحة كان مفاجأة بالنسبة بعدين الجيم بتاع بالمراس أنا الحقيقة كنت متخيل بقى إننا نعمل جيم أحسن من ده ماشي معاك برضو دخلنا بقى الجيم وحش يعني إحنا دخلنا الجيم بتاع بالمراس أكبر من حجمه شوية أكبر من حجمه هو لو إحنا كنا يعني اكتهادنا شوية كل مجتهد نصيب لو كنا اكتهادنا شوية كنا هنكتشف أنه بقى له فترة كبيرة بيعاني عنده مشاكل فنية عنده خلال فني مش الأمور الفنية عنده مع أبيل فريرا ما كانتش أحسن حاجة وكاتل دنيا فيها مشاكل بقى له فترة مش مستقر فنيا نعمال يغير طرق اللعب عنده مشاكل مع بعض النجوم جوء الفرقة دي كلها كانت إنديكيتورس بتقول إن إحنا هنوصل للنهائي خصوصا أن أنت كان رجع لك لعيبة وفي لعيبة كانت فرش زي محمد شريف زي أيمن أشرف اللعيبة الفرش دي أنا كنت متخيل أنها هتضيف حاجة وقلت إحنا هنبقى يعني قريبين إن إحنا إيه نروح نعدي نوصل بقى النهائي الحلم اللي هو بدأ معنا في 2006